ولاحقا رد اتحاد التأمين على استفسارات رؤية حول ما جاء في المؤتمر الصحفي لنقابة الأطباء رئيس اتحاد شركات التأمين ماجد سميرات قال إن هناك مغالطات عديدة في تصريحات نقابة الأطباء والتي جاءت لإبعاد النظر عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالمواطن نتيجة زيادة لائحة الأجور الطبية من قبل الأطباء والتي سيتحملها المواطن وتزيد عن 100 مليون دينار وأضاف أن الاتحاد عقد عدة اجتماعات مع نقابة الأطباء حول هذا الموضوع وأن تصريحات النقابة فيها كثير من المغالطات